بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم سوف نقرأ هذا الفيديو على هذا الكل شعر مصود بها الضفائر اللي كتشوفوا هادي مصود بالقري والكحل مصود بالقرشة بغرزة الضفائر. هادي فيها هذا القرشة ماشي كبير بزر فيها الخمسة فيها الخمسة ديال الضفائر وممكن نديره اكتر الى درناه كبر الى درنا قطعه الضفائر طول. يمكن نديره اثنان اكتر الى 14 طعفيره وكيجي سخون كيجي زوين عادي بحلكل عاشار بحادي. زوين وشكل جديد. انتمنى ان تعجبكم على فيديو. اذا نبدأ وشنو خاصنا? خاصنا كروشي. انا هنا يستعملت كروشي نستعمل هذه الصفة إذا تخدمها بربعة ونصف لتخدمها بثلاثة ونصف نستعمل منها غير ضافرة قمت باستخدامها إذا لم تستعملها غير ضافرة سلوء ضافرة واحدة يمكنك تدخل الألوان نبدأ بدائرة نضيف غرزة نضيف غرزة نضيف الخيط نضيف الخيط نضيف الخيط نضيف الخيط خلفي الأضف ونضيف النجدي والخيد نضيف الخيط نرَج العيون نضيف غرزة نقومenderorn بعد غرزة ضيف الخيط كما تضرح النهاية نضيف الكرة وضينا نضيف خط الأدفاء ونضيف الخط ونضيف الخط نضيف الخط نضيف خط الأدفاء نضيف الخط ونضيف التخزي من حين نضيف غرزة سلسلة لكي نجمعها نضيف الغرزة تحتانية للدائرة السحرية ونقلب العمل ونضيف غرزة منظلة اضيفت الملوطة اضيفت الملوطة نضيف الغرزة فضيفت الملوطة ثم اضيفت الملوطة خدمة الملوطة اخذنا صفاء من قبل الكثير من الصفاء اللي كانت بقية عندي فتخدموا كثير من الصفاء ومن بعد ستجمعوهم باش تصابوا الشال ولكول اذا نكمله من الغرزة المنزلقة نجبد الخال ونخشيف ذاك الفارغ اللي بنات هذه الغرزة اللي قدرنا قبلها نخشيف ونجبد الغرزة المرات ونخشيف ونخرج الغرزة ونضغط الخروج ونحن نضغط في الجهة ونقوم بتدخير لنقوم بتفرق من الغرزة نشخده ونأخذت الخيط اضغط فارغ ونضغط الخيط هذا العملية ثم يجبغي عمليه ومجده لأن الغرزة قدرها ومجده وكيف كان يقبض صفا قدرها يجرب لأمي الغرزة قدرها ومجدها لإفتار من الغرزة ومجد الغرزة نستطيع التصميم منزلقة ، لنجبد الخطة لنجبد الخطة ونخشي الكروشي في هذا الفرغ المنزلقة نسي على حسب تجب دلاش حال ما بغيت القياس اللي بغيتين تياه المرة الثانية ها هي المرة الثالثة انا قلت لكم كندير ثلاثة حيث عندي صفا غليظة كنتجي ثلاثة راكا تعمر لي هي الغرزة كنتجي ثلاثة راكا وكروش راكا ديروا اكتر باش كتجي ديك الغرزة تموزة لكم بحل كتجمع ويدكم شوية من كتكونوا تخدموها تزير وشي شوية باش كتجي جي جي مع راسها ما تجيش مرخية جرس مرخية ما تجيش ما تجي جيكم زوينة كنستامر هاكا صافيها انا ده بغى نخشي كورش نخرجهم كاملين الغرز اللي درس ندير سيسلة ونقلب العام مني كنجمع هم كاملين كندير سيسلة غيبش كنجمع وكندور عاد كندير منزالقة ما بينها في ذاك الفاراغ ونصمر في العمل هاكا هادي هاكا كنديرو الضفرة حتى كنديروها على الطول اللي بغيتي انتي غا تبقي غادة على حسب الطول قريب العونق اذا انا انا ديك اللي بالكحال له بيت درت سبعين سنتين كي يجي قريب على 72 سنتين كي يجي قريب على العونق مني كتديري درت غير خمسة وصفة كي يجي قريب على العونق ويجي مسخن اما لا درتي قرار كتر من هذه الضفيرة تقوم بشكل كبير من 72 سنة و تقوم بإستعمال متى من المساعدة و تقوم بإستعمال الطفاة التي تكون بقيتها و تناصقهم و تقوم بإستمرار و نستمر بحالها هذه هي الضفيرة هذه هي الضفيرة ارتفع 72 سنتيمتر ارتفع كبير المهم ليس بزافة ارتفع العنق اذا ارتفع بزافة ارتفع بزافة ارتفع 70-60 سنتيمتر بالنسبة لبقيت ارتفع و ما تحتاجه من تحتاجه لمقه 50 سنتيمتر ارتفع جيد ارتفع جدا ارتفع 20-10 سنتيمتر ارتفع 12-14 سنتيمتر من توجد المواهد ارتفع ات점 وكملك ارتفع كيف يجب أن نحصل ؟ نجد الظفيرات ونسرحها ونسقطع الخيرة لن يكون لديه طويل لن يجب أن تبقى الخير طويلة لن تنقل لذلك يمكن أن تنقل ونسرح الخير فنسرح التفوق ونأتي الغراز الأول وندخل بها قد تبقى الخير اشترك الليبرا نضع الماء نضع القياس لنضع القياس لا تقوم بالقياس لنضع الدُّف بشيء مخير نضع الدُّف نضع الدُّف نضع الدُّف غرز كما يبقى شيبان ونقطع ذاك شيلي كي يبقى وصافي. هادي بالنسبة للطفرة اللولة. في هذا الاخن نخشي البراء. نخبيل حتى. في هذا الخط اللي يبقى. هادي نقطعها بالمقص. ونمشي هذا الخط الخط اللي هي هاد الخط هاد. هاد الخط اللي يكم هنا. هاد ارادك الخط اللول جيل بنين بنينك نخدمه. سوا غادي نخشيف البراء. وغادي نخبيه ما بين الغرز ما يبقى شيبان. نصافي بحلكة عادي ركوكة عرفو تخيطه. هادي. فتح. دريبه ودريبه وصافي. حتى نخبه كامل. ونبع اللي مني نحسبي صافيرا دخل ما عالي شيء يختش. وصافي كان نقطع اللي يبقى وصافي نقطع بالمقص. وصافي هادي كمل صافيرا اللولة. الضفرة الثانية يجب أن نسرحها ونقشيها من الصحة ونحاول أن تكون مسرحة لأن الضفرة لا تكون ملوية ونقضة لا تتلوي النعنة سوف تقضي نضعها ونقضي 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 من الصحة على الضفرة ونقضي 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 خيط الثانية غريية تحاوله باش مي تلوه هكا كنت قادين هادت بالنسبة الثانية نحن خيطناها مازال ما كملتش ولكن لانفرد غريية هكا لان نفس الخياطة نفسها كما خيط الثانية غريية طريقة كيفاش كان نركبهم واحدة مع واحدة سيناولته سنزدها ثالثة سوف نعمل ثالثة وليس لتاريخ نحن خيط عن كيفان أصدقوا مجددا من المثل ثالثة طرف تهيخ ستت نقادها بعدها وكنشد واحد طرف دياله كنديره لتحت والاخر كيبقى الفوق لاحظوا شتي طرف الفوق وطرف التحت وكنخيط كل واحدة غنزيدها غادي الخرين بنسرحهم عاد كنجيب الخرين اللي كانزيد وكنسرحها بعدها وكنشد واحد طرف دياله كنديرو من تحت ديال المجموعة وطرف من الفوق ديال الضفائر اللي مخيطين ديال اللي مصاببهم مخيطهم قبل وكنخيط هكي غنبقى قادة مستمرة حتى كنكمل الضفائر كاملي اللي عندي باش كيجيوا ملاسقين وحدا مع وحدا معدقش تديرو كل وحدا بوحدا لا كيجيوا ملاسقين كلهم وخيطها عادي يعني كنخيط عادي بحال كيخيط الاخرى اللولة عادي كنتمنى جيكم سهلة وتوفقوا فيها وتعجبكم اصلا خصص عجبكم اولا الحاجة سهلة باش كاز يوزوينة وكنستعملوا وكنستغلوا ذاك الصفة اللي كاتبقى عندنا باش ما نتبعش وكنستعملوا انا هاد الالوان اللي عندي ربما ما تعجبكمش ولكن هاد الشي كان بقي عندي تصوف لابننن نسقوا الالوان كيف منبيتا إلغان والا ديروهم في ملون واحد والا ديرو كما بدك اللي إلغان شوط قوف هذه التي نسقوا الالوان كما عجبكم دما ها انا كملت دما منين كملت كل شي الجيد ها هي اللي فيها هادي فيها التمانية هادي هاد الملون هنا فيها الصفة اللي كاتبقى عندنا كلها استعملت كالالوان اللي كانوا عندي اتمنى اتعجبكم وهذا را شوية كبير على الاخر فيه تمانية ارجوش اربعة استاتة تمانية حيث شوية كبير طويل طويل بتكون كل ما طولته كل ما كتقدروا تديروا الضفائر هذي وخاك تديروا على عنقك مو كيجيش قريب العنق بزافي قجج لا مو كيجيش تتقيل بزافي ولكوا عارفين حنا عنا في مغرب الصوفة اك خيليك ماشي عيني لو ماشي صوفة حرة مني كتكون ذا الخيط اللي كتختمي به صوف زوينة والوان زوينة وخفيفة كتجي وصوف صوف كيكون رطب تيجي زوين حسن من هاد النيلون اللي عندنا احنا المهم حتى احنا هاد هادو مزينة هادو كيسخنه هاولي بالاسود والاكحل بالاسود والأبيض كتمنى تعجبكم هاد الفيديو الى عجباتكم ما تنسوش الى ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا وإلى كنتو مشتركين طبعا مرحبا ديكم ديروا ما تنسوش تديروا اللايك والأصبع الى اشتركتوا ووركوا على هادك الجرس باش يبقوا يجيوكم الاعلانات بان نركينا فيديو جديدة ونتمنى انتلقوا فيديو اخر ان شاء الله بصحة وراحة مرسى لما